هو العالم الزاهد وعلامة عصره كان يأتيه طلاب العلم من شتى بقاع الأرض إلى هنا إلى أرض مصر لكي ينهلوا من علمه حتى أصبح سلطاناً للعلماء هو الإمام العز بن عبد السلام في مصر أرض المجددين العز بن عبد السلام بنى مشروعه التجديدي على محور التدريس في التفسير وعلوم القرآن والفقه وأصوله والحديث وعلومه واللغة والنحو والبلاغة وعلم الخلاف والتصرف واستطاع أن يكون بزهده مثالاً يحتذا في العالم الإسلامي باع الحكام فأطاعوه من شدة اتصاله بالعمل الجماهيري رحم الله العزة وألحقنا به على الخير فضيلة العالم الجليل والسيد دكتور علي جمع أهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً بكم مرحباً أهلاً بكم مولانا أهلاً وسهلاً فالدكتور نتحدث اليوم في أحد أو عن أحد المجددين على أرض مصر وهو الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء أولاً مولانا لماذا لقب بسلطان العلماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا يعني الإمام الفاضل عز الدين محمد بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء ولد في سنة 577 في دمشق وحدث بينه وبين الصالح وكان والي هذه المنطقة بعض النزاعات لأن العز وهذا اسمه بدأ العز الدين يقوله العز نقولك الآلف واللام هنا عوض عن مضاف إلي عز الدين فنشيل الدين ونقول العز ابن الصلاح يعني ابن صلاح الدين ونجيب الآلف واللام ونشيلك المضاف إلي فالعز بن عبد السلام وهكذا اشتهر وهو محمد بن عبد السلام ولد في دمشق 577 ونشأ بها وتربى على علمائها ثم حدث بينه وبين هذا الحاكم كان هنا الصالح نجم الدين أيوب وهناك واحد اسمه الصالح أيضا لاتنين الصوالح يعني فجاء إلى مصر ولما جاء إلى مصر أكرمه نجم الدين الصالح أيوب ده أكرمه جدا وولاه مسئولية مسجد عمر بن العاص عمر بن العاص المسجد بتاعه يسمى عبر التاريخ المسجد العتيق والمسجد العتيق له عند الأئمة أحكام معينة وهو أن الجمعة إن أمكن تبدأ منه يعني لازم الجمعة تكون في المسجد العتيق طبعا لما اتسعى الناس وكثر الخلق يعني تغيرت هذه الرؤية أو هذا الحكم أو هذه الفتوى بمعنى الصح العز بن عبد السلام أمسك عمر بن العاص ووجد العز أنه يعني من كبار علماء الشفعية فالعز بن عبد السلام لما مات مات ستمية وستين عن تلاتة وتمانين سنة فالستمائة وستين يبقى هو مولود خمسمائة سبعة وسبعين جاي في القاهرة ستمائة وتسعة عشر مثلا يعني لسه في بداية الكهولة وكذا إلى آخره لكن العز كان عنده مشروع تجديدي وهذا المشروع التجديدي هو الذي أوصله إلى أن يطلق عليه بسلطان العلماء مشروع التجديدي هو مشروع التجديدي هو الذي أدى به إلى هذا كيف هذا العز بن عبد السلام في مشروعه التجديدي كان مبنيا على ما يمكن أن نسميه بلغة العصر الاتصال الجماهيري العز مالوش كتب كتير ليه كتب بس مش كتير ما هو إذن الإمام النووي الإمام النووي معاه في العصر نفسه لكن العز بن عبد السلام ما هوش مؤلف فياض التأليف لكن عنده الاتصال الجماهيري العجيب بقى أنه أول من حول علم التفسير إلى دروس فاكر سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله يعني يقعد في الدرس والناس حواليه والناس دول ما همش علمة ده كل الشعب بكل طواقفي بكل طبقاتي الاجتماعية إن صح التعبير لأنه عندناش طبقات الحقيقة لكن بكل المستويات الغني والفقير والمتعلم واللي مش متعلم جلسين قدام الشيخ متولي الشعر اللي بدأ الحكاية دي العز بن عبد السلام في القرن السابع الهجري ده يبقى مجدد لأنه قبل كده ما كانوش يحوله علم التفسير ده تروح تدرسه في الأكاديميات مش تروح تقعد تعمل به درس ويحضره الناس فيفهمون فده تجديد حول علم التفسير من الأكاديمية إلى الشعبوية إلى اللي احنا بنسميه بقى الاتصال الجماهير المشروع بتاعه كده إنه هو يبني خدمته للدين في توصيل هذا الأمر إلى كل الناس فأصبحت له شعبية وأصبح مثالاً لناس للخلق فسلطان العلماء أصبح سلطاناً للقلوب الله أخذ بالك بالاتصال الجماهيري الاتصال الجماهيري مع الزهد مع الورع مع الذكر والعبادة مع التعليم والتدريس والعطاء والإمامة وكذا إلى آخره والخدمة الاجتماعية خلينا نتكلم بلغة العصر عشان نفهم عمق ما هناك من موقف العز بن عبد السلام في مشروعه التجديد فالعز بن عبد السلام جاء مجدداً لشيء لم يكن هذا الاتصال حادث ما بين طائفة العلماء وطائفة الناس فسماه بن دقيق العيد سلطان العلماء تأكد هذا بعد موقفه من الممليك جه الظاهر ببرس وبيطلب البيع فقال له أنت أنت مش كنت مملوك للبندق دار فقال له أيوة أنا كنت مملوك للبندق دار قال له وما ينفع لك شبايا ده إحنا لازم نبيعك واللي يشتريك يعطيك واللي يعطيك يحط المال بتاعك في بيت المال آه لازم يخرج في إجراءات دي إجراءات دستورية وإنت كده مخالف للدستور يعني ما ينفعش يولى وهو مملوك ما ينفعش يتولى وهو على هذه الهيئة آه فقال له لا يا سيدي معلش ما تأخذنيش أنا البندق دار وهبني للصالح أيوب والصالح أيوب أعطقني ودي الوسيقى بتاعي أتقه قال له أبيعك هو في الكناة في المجلس آه ده هو مش بيتكبر أو بيعمل دور أو عايز منظر يعني ده هو عايز يطبق ما يرضي الله سبحانه وتعالى في اعتقاده وفي حكمه وفي عقيدته فلما على طول طلع له إنه البندق دار أعطاه هدية للصالح أيوب والصالح إبراح أعطقه فبايعه وهو قاعد قال له مبايعه حصلت كده قبل كده مع الممليك إنهم جم برضه وطلبوا كذا إلى آخره فقال لهم لا لازم تتباعه قالوا له طيب إحنا بقى مش هنتباعه وإنت وصبا عنك هتوافق فراح قال لهم طبعا إيه رأيكم إن أنا هخرج هخرج هروح الشام بقى خلاص لأنه بالشكل ده ملياش عيش في البلد دي فهدد الشاشور بقى سلطان العلماء لأنه له كلمة على جماهيره التي اتصل بها فكل الشعب قال طب نحن نخرج معك لبير رجوع دي فالممليك راحوا راجعين وعملين اللي هو عايزه وتم الأمر على المسألة الدستورية زي السنيمة بتاعته هو وتم كده فأصبح سلطانا للعلماء على الحقيقة لأنه بعد سلطان صحيح طيب يعني السيرة الحقيقة جميلة وملئة بالمواقف المهمة سواء على أرض مصر أو كاتفي دمشق ولكن أسازاً فضلتك بعد الفصل نشوف الإمام العز بن عبد السلام ومواقف لي أخرى فكرية أو في العقيدة تجاه مذاهب أخرى موجودة أسازاً حضرتك ولكن بعد الفصل أرجوكم خليكم معنا بمجرد أن تمر بهذه المنطقة بالقرب من مقابر التونسي لا تتعجب من السكينة التي تشعر بها داخل روحك فأنت في صحبة أولياء الله الصالحين هنا بمنطقة البساتين ترقد أرواح خلدت بسيرتها الطيبة فعليك أن تلقي السلام على روح جهادت من أجل الإسلام فهنا يرقد شيخ الإسلام العز بن عبد السلام تلك الشخصية المصرية الخالصة التي نشأت على ضفاف نهر النيل بالقرب من مدينة عين الصيرة الشهدة على الحضارة المصرية القديمة والحديثة حيث تتجلى آيات المبدع في جمال طبيعته لتعيش رحلة ساحرة داخل مصر القديمة حيث يمتازج الجمال والطبيعة بالتاريخ العريق في مكان واحد في الدكتورة علي جمعة أهلا وسهلا بحرك مرة أخرى أهلا وسهلا بك اللقاء مستمر والحديث مستمر عن الإمام العز بن عبد السلام جي مصر وكان لي مواقف في مصر زي ما حضرتك كده تفضلت من الظاهر بيبرس ومن المماليك وعمل اتصال جماهيري بأهل مصر عظيم جدا وشيء رائع جعل سلطان العلماء ولكن أتوقف عند مؤلفه أو كتابه الفتاوى المصرية قبلها كان الفتاوى الموصلية نسبة إلى الموصل هو كان في كل بلد كان له فقه معين في الإفتاء حضرتك زي ما تكلمنا في الحلقات الأولى على ما معنى التجديد وكذا إلى آخر لو كنت حضرتك متذكر ومشاهد الكريم وأن التجديد بيتكلم عن المنهجية على المعرفية على النموذج المعرفي على الموقف من التراث على إدراك الواقع فالعز بن عبد السلام كان مجددا لأنه كان مدركا للواقع إدراك الواقع نوع من أنواع التجديد لأن الواقع متغير وهذا الواقع المتغير الذي له عناصر لما أدركه هغير الفتاوى هغير التطبيق هتتغير معايا الحصول على المصالح الحصول على المقاصد وتحقيقها يبقى إذن التجديد ده هو عين الإسلام يعني الإسلام ما يمشيش ألا بالتجديد لأن الإسلام بيحقق المصالح والمقاصد ويراعي المآلات في الواقع أدام في الواقع والواقع متغير يبقى تملي في تجديد وفي تغيير فالعز بن عبد السلام كان مدركا لهذا الشأن نحن الكلام ده على فكرة وإحنا بنصوه نقول التجديد مبني على كذا وكذا 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 إحنا جبناه من هنا بس بعد التأمل مش ضروري الألفاظ لكن كأنه يسير على هذا النمط فالعز بن عبد السلام هنا هو بيجدد لإدراكه الواقع وعدم تحكم المقررات السابقة في ذهنه ودي مسألة مهمة جدا في التجديد اوعى المسائل تتحكم فيك خلي المناهج هي لتتحكم فيك لكن المسائل لا تتحكم فيك تتجاوزها لأنها مسائل مرتبطة بزمنها بمكانها بأشخاصها بأحوالها فلما جه مصر أيها الفتاوى المصرية غير الفتاوى المصرية وكان عنده هذا الأمر أمر واضح جدا ولذلك فنحن نقول أن العز بن عبد السلام لإدراكه الواقع وجعله عنصرا مهما في العطاء والاجتهاد وإدراكه أن الواقع جزء لا يتجزأ من الاجتهاد كان مجددا على فكرة العز بن عبد السلام شفعي وقلف في الشفعي لكنه شيئا فشيئا وصل إلى الاجتهاد المطلق يعني إيه الاجتهاد المطلق؟ يعني بقى مجتهد بقى رأسه برأس الشفعي نفسه بقى رأسه برأس مالك بقى رأسه برأس أبو حنيفة للدرجة دي؟ للدرجة دي أصبح مجتهدا مطلقا وبعدين هو كان ما هواش ميال قوي للتصوف لغاية ما لقى الصهر وردي فأخذ عليه الطريق وشعر أن الطريق هذا ده فعلا من الكتاب ومن السنة وأنه ده مرتبة الإحسان وأنه هو ده الطريق اللي هو الذكر والفكر ده حاجة مهمة جدا فألف كتابا صغيرا سماء زبدة التصوف زبدة التصوف ده قبل مسائل الطريقة في علم الحقيقة كذلك ألف مسائل الطريقة بعد ما التقى بأبي الحسن الشازلي لما حضر لأبي الحسن الشازلي وكان مفتوحا عليه آيات جابها أحس بأن القرآن يعني يعيش الحياة اللي احنا بنسميها في الإنجليزي ديناميك ما هواش ستاتك ما هواش ثابت كده وخلاص ومنوش دعوة بالزمان لا ده ده متفاعل مع الحياة حس من أبي الحسن الشازلي كده فكان يقول يعني هذا ده ده الناس دي اللي هي أبو الحسن الصهر وردي وأمثال هؤلاء من الأصفياء الأطقياء الأنقياء الذين جعلوا الكتابة والسنة مقيدا للطريق طريقنا هذا مقيد بكتابي والسنة فاتبع أبي الحسن الشازلي وبدأ يدعو إلى التصوف العز بن عبد السلام من أجل هذه الدعوة ما كان يرى ألا يتميز العلماء بزي ما يتميزه شو بزي زيهم زي الناس يعني زي الأزهري اللي إحنا بنلبسه دهو ما كانش يعجبه يقولك لا العالم يبقى زي عموم الناس يلبس زي الناس عشان يبقى الرسالة بسيطة وفي التصال جماهيري مفتاحه المفتاح بتاعه وزوط فالمهم إنه فضل على هذا المبدأ وتملي لما يتسأل يقول لا أنا ما حبش العلماء يتميزه بزي العم التربوش الأحمر والعمة البيضة وكذا إلى آخره والكاكولة وبتاع الزي الأزهري مثلا وبعدين راح الحج فلما راح الحج لقى واحد بيع من الحج غلط في المنسك فقال له على فكرة ده غلط قال له يا كنسوف سبحان الله الغتاتة انت مالك وانت عالمه ففهم أن لبس العلماء زيا كأنه إشارة إنه تعال سألني مضبوط أنا على فكرة عارف أنا على فكرة مجاز أنا على فكرة متخرج فتاخد من المعلومة وانت مهمئن مضبوط فرح لبس زي العلماء وجهل ذات نفس الراجل وقال له على فكرة المنسك اللي انت عملته دلوقتي قلت ده غلط قال له حضر يا سيدي حضر يا سيدي الله يبقى إذن الزي ده له فائدة صحيح وله وظيفة يقوم بها كأنه إشارة اعتماد للتلقي والأخذ وكذا إلى آخره فرجع غير فتوى بدل ما كان بيقول ما ينبغيش على العلمين إنهم يتميجوا بالزي قالوا لا ده اتضح إن ليها فايدة وإنها ينبغي أن تكون هكذا حتى يطمئن العواق وحتى ينجذبوا إلى هذا الزي فيعتمدوه طبعا كله ده بيؤدي إلى الحاجات اللي احنا بنشكي منها تمال اللي هي فوضى الفتاوي ومش عارف إيه والكلام ده وأن كثيرا من الناس يتصدر وكثيرا من حتى أهل الإعلام يأتون بغير المتخصصين وغير المجازين أو ده عامل زي اللي بيروح للعطار وما يروحش للطبيب أو يروح للعطار ولا يروح للجراح اللي هو فاهم يعمل إيه في الحالة بتاعته فالعز بن عبد السلام الحقيقة مما تفخر به مصر ووصل إلى الاجتهاد وله مشروعه التجديدي المبني على الاتصال الجماهيري وبناء النموذج المعرفي وإدراك الواقع وكلها أمور يعني أثرت في من بعده وإلى يوم الناس هذا رحمة الله عليه شكر فضل فضلتك يا مولانا شكرا جزيلا لحضرتك أهلا وسهلا شكرا جزيلا شكرا موصولوا حضرتكم إلى اللقاء